اشتركوا في القناة هيتوروا على اللي قاتله ساعات اللي نعمل ايه؟ ساعاتها يبقى الزابط هو اللي قاتله الزابط؟ ايوه الزابط سليم بيه الأنصاري اسمعني كويس وفهمني أحمار اللي هقولك عليه تنفسه بالحرف الواحد انت فاهم؟ ما تتنعش كده انت فاهم؟ اللي قد مش في البيت يا باشا وهمه متعرفش هو فين استغفاله عزيزي أكيد طبعا أكيد عرفين انت عمرك ما تجيلي بخبر حيلا أكيد بس أنا أكدت عليها ساعاتك أول ما تشوفه تبلغ ويجي لساعاتك امشي امشي يا رفاعي ما تخليش عزكري صاحيني اللي هو فيه مصيوة امشي يا باشا بدل البهدلة روح ساعاتك رايح في البيت امشي يا رفاعي امشي سبني يولا حاضر يا باشا امشي يعني انت متأكد يا حاضرة الأمين انت مسامعني بودانك أجحش انت مش مصدقني خدش اسأله اسأله ازاي بس انت عايزه طين عيشتي علي انها ما انت عايل كبانش حد يلاقي راحة وما ارتاحش انا بس خايف يغير رأيه يغير رأيه ازاي هو نعم يا قطرة بنش يعني انت متأكد ان قالك خليه يروحي لاستراحة بقولك ايه ما تخنقنيش انا بلقتك وخلاص مش عايز بلاش لا لا كانت الخير حضرتك خلاص انا هروح رايح في الاستراحة واجي قبل ما يسحب مش كده هو كده عليك نور تمام خلصانة بإدارة ما تقومي تنام يا سلمة مش عارف انام يا ماما انت عارف ان فوت المطر بيوطرني بعضين قلبي وكلني قوي على سليم ليه بانتي مالو مالوش يا حيبتي وحتى لسا مكلمني ومطمني علي متقليش بس انا يعني اللي حصلني قلقينها ومي صليلك راح قاعدين قبل الفكر ويدعيله ربنا يسلح حالك يا ابني يا حبيبي يا رب يا ماما اللي هو سليم بيعوز للمفتاح حضرت لمين واناش عرفني انت كمان انا هحق معاه انا يخلص هتجيبه ودهوله ولا تودهوله انت هو ساعدتك رايح له ايو يا سيدي هو يبطل طلبات لا خلاص خده ساعدتك انا مش ناكس يمسك عليه غلطة لا كده ولا كده حضرتك عارفه ما بيرحمش ها مش عارف هافضل اشيل عنكو لحد قامت بقولك ايه روح حطوا الدولة طالبه مش نقصين مشاكل ولا رأيك بس اللي هو دهو اسمح لتلمية هاتلو اي حاجة للبارد بس تكون كويسها بقاس على الصيدالة حاضر معاني الجوه برا زي الزخط ايه 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 ميسها بحضر ايه 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 اشتركوا في القناة 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 انت کريا باش ابدني ببرعه حد يصوق حد كده ما انت اللي قلتلي يا باش قرا بلنش يا حاضر يا باش انا كان قلبي حاسم كان قلبي حاسس من الاول ما ده متاخر كده يبقى خدوه۩ هو الزابط ده مش هيشيله من دماغه يا ساتة سناء انا عايزك كده تهدي وتتأكدي ان ابنك هو ابننا انا الحاجة لطفي موصيني ان انا اخد بالي من الموضوع ده جدا ما قول عشان برضك يا حد وعلى فكرة حماد بيه بلغ اكبر ناس في وزارة العدل وإحنا هنتولى البلغ بالنيابة عنك لا انا مش عايزة بلغ ولا اي حاجة انا عايزة الودي يرجعلي والزابط ده يشيله من دماغه وخلصه ينساه لا لا ساتة سناء ما هو الموضوع ده اذا ما كانش يكبر مش هيتحل انا عايزك تتطميني كده خالص وتسيبين احنا هنتصرف في الباقي قلتي ايه اللي تشوفوه ما الحاج لطفي زي ابوه برضو اكيد هيعمل الصالح اللي تشوفوه انا شرف رمضان وكلي النقى بالعال فين سليم يابة فاضل يا فن اه يا رفع يعني وكلي النقى مع دلوقتي طب تمام مية مية بقولك ايه تنفذ اللي اتنك عليه بالحرف وتبلغني اول باول يا جدع انت خاف كده ليه كده مولتلك كل حاجة معمول حسابها بكرا لما اللي لا تخلص وتلاقي الإرشنات في ايدك هتدعي لعمك زنات يا بقف سلام يا مقف سلام يا باش انت ايه كلام اللي انت بتقوله ده والله يا سليم بايه الكلام ده هو اللي عندنا الدنيا مقلوبة النقى بالعام بيتابع بلفزه الموضوع هي ايه الحكاية بالزبط يا باش حكاية ايه اللي وده جاي قدم بلغ عشالحادسة طلعت هشوف ايه الموضوع ملقتوش بعدتلو حد عالبيت برضو ملقتوش هعمل ايه يعني هم هو كان فيه فعلا مشكلة بينك من اللي وده مشكلة يا باشا مشكلة ايه اللي وده اشتابق نفيف كبين وخرج تاني يوم مفيش حاجة هم ماشي معلش يا سليم بايه انا عايزك تقدر موقف كويس انا عندي تعليمات اللي انا فتش الاسم وارجع الدفاتر بنفسي هم باشا باشا الاسم كله تحت امرك تفضل الوقت مش موجود في الدفاتر اصلا من قلت انساعدتك يا باشا الوقت كان جاي يبلغ ايه يا سليم بايه طفين المحضر طفين البلاغ ايه يا باشا هم اكتب تنسي معتهم منه روحت اجيب الوقت اللي عمل الحادسة رجعت ملقتوش هعمل ايه يعني ايوه بس الناس شافته واداخل محدش شافه وخارج ومحدش هلك الدنيك اتعامل ازاي مبارحة محدش شاف حد خارج وانا داخل دنيت مقلوبة ايه يا سليم بايه انا مش فاهم صراحة مفيش وانا حسكرت مخانون صلوح اخير يا شريف بايه انا ست المأمور ايه الحكاية يا سليم الوزارة مقلوبة والتنفونات ورا بعد من الصبح مفيش حكاية باشا مفيش حكاية ازاي والوقت اللي انت حاجزه ده ايه حكايتم؟ انا محاجزش حده ما شرفتش حد يا باشا احنا هنشوف الموضوع ده انا كده كده هفتش الاسم وانا قلتلك يا باشا الاسم كله تحت امرك حاجم عاجبي نفسي بعد اذنك يا باشا معانا تفضل يا بايه تايحسن تفضل يا باشا مفيش غلوان ده في الحاجز واتراحل النهاردة عنيابا تعالي ابدي اكلم يا باشا اخلص ايه يا باشا انت احمد تايسون؟ ايو يا باشا انا احمد تايسون كان في حد ايه ده غيرك؟ ايه يا باشا كان فيه كان فيه عائل عندنا من الحتة وجوه شوية ومشي ميتضل جموانا بالكلب مش انفع اسليم تايسون سيبني ده خليك بعد اذنك سيبه يكمل يا باشا انا هتكلم بس اوعدني اسليم بي ما عمليش حاجة ما حدش ايه جنبك تكمل يا باشا اسليم بياجي بالليل وجاب الوعد معاه وكان يعني مهدوم العافة يا باشا والله ونزل فيه ضربة باللبكاس واللكاكيمة باشا في كل حد مين ده اللي نزل فيه ضربة؟ يا باشا بتكلم يا باشا احكينا يا اسليم بيه حضبت المعمور خد سليم بارة بعد اسليم تعالي بهاي عايز ايه ديتين تعالي 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 عايز اعرف كل حاجة بالزبط بحدش هيكلمك قول يا باشا الكلام ده ما حصلش الوعد اكيد متفق معاهم متفق معاهم هو ما جوا الحاجز يا ابني لو ما خبي علي حاجة قولي عايز ايه اتصرف هخبي ايه بس يا باشا انا عايز افتش الاسم شبري شبري ودلوقتي حالة اتفضل تعالي باش اتفضل الاسم قدامك تبتشه عالت حالك اتفضل ابيه اتفضل ادطال اینс اتفا muchísimo ستااني اتفضل اكام موسيقى إيه تبقى بحوات موسيقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أيوة يعني هو فين دلوقتي أوكي أوكي أنا ما سابت الطريق وهيكون عند حضرتك شكرا موت شكرا في إيه يا منجي مينت اللي كان ميكلمك؟ ده المأمور بتاع سليم يا ماما المأمور بتاع سليم يكلمك ليه؟ وهتروحيله ليه؟ سليم شكله واقع في مصيبة كبيرة قوي يا ماما كده بقى الأمور كلها وضحت محدش يعرف تاريد تب الشرعي ممكن يقولي تاني أنا هبعت المعمل الجنائي هنا عشان يفحص الاسم كله وياريد محدش يتصرف تصرف يخلي الوضع أسوق نصيحة مني أي لعبة في الأدلة هيدركم أكتر أنا أطلع عن يابا يا سيد المأمور ياريب بقى تجيب لي باشا بنفسك لإلا والله العظيم أبعت أجيبه ما تكلبش أطلع عن يابا يا سيد المأمور 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 مسم weil أطلع عن يابا يا سيد المأمور أطلع عن يحصل المأمر لا أطلع ح liquidity كيف وعدا يا سيد le اعرف ازاي احركها بصباعي كويس قدي القول يا حماد بيه ولسه بقى لما النفط يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر صاحبانا على ام الواد مضانا غاني وارطا حماد انا هو شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي ازاي ما ممكن تيجي لبني فما بدل بس اتدي بقى اللي راح ملنها ابنها الوحيد مش هتشوفه تاني موسيقى 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 ما تقلقش يا حاج احنا ماشيين في السليم وما بقاش نشأت فهمي اما جبت له خمستاشر سنة على الاقل على فكرة بقى حماد بيه الرجل بتاعك تلع وحش تامين بيه ده غول موسيقى رجل واصل وحبايبه كتير قوي موسيقى ده غير بقى ياسيد انه هو ف كل خربة لهو عفريت وعنده بسم اللهيا ما شاء الله فلوس بالكون متلتلا يظهر انك غالي علي عشان كده بيخدم بقلب قوي موسيقى مالك، سكت لي يا حج، مش قلت لك ما تقلقش طيب من إزاي نشت؟ طيب من إزاي وأنا غرز في الوحلة اللي هادر أبدي وعسس إني لسا هغرز ما تقلقش يا حج، إن شاء الله كل حاجة هتعدي على خير مش قلقة مش هتعدي يا حمدي اللي هو التمر وقت انظاري ولي كان كان حتى لو خلصت حكاية القضايا دي حفضل طول عمر تحت رحمة زانتي الكلب ده والفيديو اللي معاها زانتي ده أصله ود كلب فلوس واللي طارق ديته وقتيله يا الشيب أنا ألت لك قبل كده؟ كل الكلام ده كده؟ كل دول بيجذبوا؟ ليه يعني؟ فيم أمر كونية عليك يا حضر الزابط؟ والله ما معرفش هو إيه اللي ما تعرفش؟ تعافش العسكري اللي قابل زاد على باب الاسم وقال له اللي خافي قابلك؟ والأمير رفاعي اللي أنكر انك بعدته بيت زاد زي ما قلت والله أنا كل حاجة قلتها لك، ما عنديش حاجة تانية قولها طب وعسكري مكتبك اللي شهد وقال له إن كنت بتعامل الوقت ده بمنتهى الأسوأ والعنف فكرت بالمرة اللي أخدت فيها قبل كده وطلبت منه إن هو يرتاح بدون أي سبق وده طبعا عشان يسهل لك الحكاية تدخل وتخرج من غير محد يشوفك طب وتيسون اللي قال نفس الكلام وقال برضو إن إن أخدت الوقت ده بدون وهاجة حق كل ده مش مكفي يا شريب بيه تايسون دعاية المجرم، ما يفعش لخب شهادته إحنا بس نقول مين يتاخد بشهادته مين لها يا سليم بيه وبعدين شهادته متفق مع بقية الشهود لغير عساء اللي إحنا قلناها جنب جثة الوقت وإنت ما أنكرتش إن دي مش بتاعتك يا باشا نعمل معاك ده ليه هو مش كان فيه شهود إن إنت أخدت الودة قبل كده وكان فيه مشكلة معاك يا باشا الودة لو أنا مستقصاده مش هستنى يجيلي الاسم اللي وقت كان جاي بلغ أنا بنلطف عشان نعمل الحادث كل ده كلام مرسل يا سليم بيه البنت الله يا رحمة ما قلتش أي حاجة هلحدث؟ ساعتك تقدر تسأل تولي إسعاف إحنا بعتنا نجيبهم بس أنا هفرض معاك إن هو كان جاي بلغ ده يعلاقته وموضوع يا باشا الودة كان جاي بلغ أنا مكانش عندي نية إن أنا أزين أنا بقى اللي بسألك السؤال ده إنت لياه عملت في الودة كده؟ تاني يا باشا تدخل المواخز يا باشا في ناس بره عايزيني قبلوا ساعتك وبيقولوا إن عندهم كلام مهم جدا في القضية مين دو؟ محمد بيل موجي عضو مجلس النواب ومع ناس تاني ساعتك طب خليه ما دخول بسأخير يا شب بيه تفضلوا تفضلوا يا باشا وانت هتضيفهم؟ حاط الزابط بعزينك تفضل برا وبعد كده أبعث لك عشان نكمل التحقيق تفضل باشا ان شاء الله بسيط يا سليم ولو كنت بخبي علي حاجة يريد تقول عليها أنا برضو كده كده زي أخوك أنا قلت لساعتك كل حاجة ما عنديش حاجة تانية قولها ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف ساعتك أنا فجأت بيبي يقول لي ان نادا اللي هيرحمها خبطتها عربية وان في شاد قلت له باشا أنا تامر ابني في العين الزخنة يعني احنا ناس في السليم راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف أنا ممكن أعرف فيه كويس أنا لو أرزت على زياد ده شوية هخلي يقول انه شاف تامر ابنك وهو سائل عربية فعلا يا فنم ده كمان حتى أول مرة كنت قابله فيها يوم مروحنا لإسمع عشان نتوسط لزيادة الله يرحمه والحقيقة كان بيبجح وبيتكلم بضرية كده غريبة جدا أنا ما شفتش كده قبل كده درج انه هو آخر مرة راح للحاجة في المعرض وكان كل شوية اتنطط له طلب منه عربية عزيره وقال له ان لو ما خدتش العربية هيلبس تامر قضية حتى يا فنم بعد ما عارف ان انا محامي حاولت افاهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءة قال لي بقولك ايه البلد بلدنا ومحدش ايضار يجي ناحيتنا حاولت اشرح له انه حتى لو اكبر المرحوم زياد على انه هو يشهد شهادة ظرف الاسم ممكن لما يروح النيابة غير اقواله قال لي ايه انا مفاهمه كل حاجة وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده إيه اللي هيحصله وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مرة قرصت ودن بس عشان يتعلم لكن لو ما تعلمش هعلمه بالضبط بش وبعدين يا متر اكمل بعد كده الحاج تنرفز وانطرده واحنا خدنا بعضنا ومشينا لان الوقت كان يتأخر بجد يعني وما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعزب الشاب المسكين دوت لدرجة ان هو يقتله طب وانتو كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتأخر ده يا فان ان اقول لي بساعدتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نصهر عند الحاج لطفي كل الليلة وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرب وبيته مفتوح للجميع يا فانم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاولة اتزاز الحاج لطفي ابو المجد وطلب منه رشو وتهديده بتلفيق تهمة قتل المرحومة نادا لابنه تامر في حال اذا ما دفعش الرشو وبعدين يا حبيبي هتعمل ايه مش عارف مش المأمور ده كان ريسك مفروض انه اه في جنبك ما ديجيش هافر نفسك بتعان معيك وايس ازاي بس ساعة الطفان مفيش حد بيشيل حد كله بيقولي الله نفسي يعني ايه يعني يا سليم هيسيبك تتظلم ويقاف يتفرج ده لو كان هو اصلا بصدقني كله ما بصوله تحس انه عايز يقولي انت كذاب وقاطع لسانه وقاطع لسان اللي يجي بصيرتك باي حاجة واش تفضلي ايه دي يا حبيبي ايه دي يا كتا جبالك اشدالك لما روح النهاردة انا عفنا ازعلتك مرة للفاتتة وكلي انت معك بطريقة مش كويسة حقيقة لها ما ازعل يش مني ازعل منك هتزعل من روحه ده انت رجلي وسانتي في الدنيا شريف بيعي ساعتك في مكتبه بلا ساعتك في مكتبه هل انت ساعتك في مكتبه روح انت افتكر انا اشأ الوكيل انها بحقق بكلامنا ايه بقى يا حاج راضفي ده انا اشأت فاهمي مش اي حد انا مش فاهم انت الان من ايه بس يا راضفي الان الوقت تجي رجله في القضية بعد كل اللي عملناها ده يا حماد يا رجل ما تبقىش مواسوس اوي كده لا اش احنا اولا انا متسدتي في كل حاجة مياه مياه اش اهدا لله بقى الوقت الزناتي ده واتلبسهم قضية تلبيسة مفيهاش خرم ابرة افتكروا اه لا مرا يا حاج ما قلتلك ما تخافش على تاني محدش هيقدر يهوى بناحيته يا رب يا رجل يا رب كد كل ده كد ما تقعد يا شوية يا حضر الزابط وانا كل ما اوجد في مواجد شاهد هتقولي كد بكد عشان كلهم كدبين التلاتة كدبين عايزين لفقولك قديد قتل ورشوة طب ليه عشان طلع ابن لطفة بالمجد طب هو نشأت وحماد ايه مصلحتهم صحابه بيساعدوه يا سليم قولي الكلام يدخل العقل ده واحد محامي والتاني عدره برلمان اللي تنم السياحنا مش جايبينه ومن على القهوة انا مش فاهم تليم سدهم قوي كده ولا عشان فيه واحد في البرلمان اعدها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه بس انا عايز اعرف الوقت مت منك ازاي انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله برضو مفيش فايدة بعد كل اللي قتولك ده بتقولي برضو قتلته ازاي برحتك بقى انا عايز اساعدك والله انا معاك مش ضدك عموما انا رجعت للمحام العام والسادت النائب العام واستأذنتهم قبل ماخد قراري والعلمك ومعتصال بموديل الامن وزير الداخلية بحطنهم في الصورة اكتب يا ابنين يحبس المتهم سليم عبد الحميد الانصاري اربعة ايام على زمة التحقيق ويراعد تجديد في الموعد القانوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة